والآن نتكلم عن لصاقات جوازات السفر هل هي قانونية أم مزورة نقطة مشان تجديد جوازات السفر لأن صار في هيك هيصة وضجة بعد ما قال موقع زمان الوصل أنه خلص في مصادر رفضت الكشف عن اسمها يعني أنه خلص انحلت المشكلة مش عارف فيش رفض الكشف عن اسمها شو عب يسرب نووي ولا شو ما علينا أنه انحلت المشكلة والناس فرحت وقالوا أنه فرجت أولا يشكر ويحترم أي جهد يبدل لحل هذه المشكلة أو هذه المصيبة بعد الاطلاع على الاستكر واللاصق الخاص بالتجديد وهو مختلف تماما عن لصاقات النظام وبعد أن سألنا في الغدل العربي خبيرا قانونيا دوليا ومصادر دبلوماسية عربية وغربية كل مطارات الدنيا بلا استثناء لا تعترف إلا بلسقة الدولة السورية اللي هي بعطيها الآن النظام السوري كونوا على حذر يعني حتى لو كان صحيح كان زودوهم باستكرارات زي تبع نظام مو عليها شعار الجيش الحر يعني لو صار في تقسيم أنه جوازات النظام زرق وجوازات المعارضة حمر أوكي ما في مشكلة تمام بس هيك هذه غير نظامية ولا ينصح أي أحد بتجديد جواز سفره الأستاذ نزار الإحراكي قال أنه بعث رسالة لخمسين دولة أنه ترى عندنا لصاقات سنجددها لك ردت عليك أنا داقت له هذه اللصاقة مرفوضة فظلنا أنا تسعة واربعين دولة موافقين هذا يعني طيب ما بيصير لا قانونا ولا عرفا أنا بحكي الكلام لشأن الناس ما تتبهتها بالمطارات هذه اللصاقات طالما لا يوجد اعتراف صريح دولي قانوني به معلن من الأمم المتحدة ومن جامعة العربية ومن كل الدول فهي مزورة يعني بكرة بيدقوا فيها بالمطار شو هات بيقول لك والله بيسألوا من مين جبته بيقول له والله هذا شغل الاتلاف الوطني بيقول له مين لي اتلاف وشو هات وشو يعني أنت أحرار اللي بده يجدد يجدد لكن لا ينصح به مثلا أنا الجوازي سينتهي بعد ثلاثة أشهر تمام أنا بروح بجدده بسفارة الدولة السورية بمصر بالإمارات بالأردن بأي دولة يعني وعلى أرجحهم ما ما حيجدده لكن أبقيه بلا تجديد أفضل من أضع عليه استيكر مزور يعني استيكرات اللي جايبينها من عند النظام ويبيعوها بتركيا بخمسمائة دولار نفسها أحسن بكثير الاستيكر اللي شفنا تبع الاتلاف إني لكم من الناصحة يعني تصف له اللي بده يجدد يجدد وشكرا لكم الآن عقصة جواز السفر هناك امرأة بطلة أصيلة منحت ومنحت أكاديمية أثناء في اليونان جائزة رمزية لشابة سورية في التاسعة عشر من عمرها أنقذت طفلة رضيعة أثناء غرق مركب للمهاجرين في البحر المتوسط بحسب ما نقلت وكالات الأنباء اليونانية طبعا هي الصبية اسمها دعاء الزامل منحت الشاب دعاء الزامل ثلاثة ألاف يورو للبطولة والمثابرة التي أبدتهما حين ظلت تحمل بين دراعها طفلة تبلغ من العمر سبعة عشر شهرا على مدى ثلاثة أيام في البحر لدى غرق مركبهم في أواخر شهر أيلول سبتمبر الماضي في حادث أودى بحياة خمسمائة من المهاجرين غير شرعيين وحين وقع الحادث المأساوي طلبت شوف رحمة الأم والدة الطفلة الرضيعة من دعاء التي كانت تحمل معها سترة إنقاذ أن تحمل طفلتها وتنقذها معها أما الأم نفسها وزوجها فغرقا بعد ذلك لم ينجوا من تلك المأساة سوى عشرة أشخاص وهو من أسوأ حوادث الغرق المشابهة المسجلة في السنوات العشر الماضية هذا ربما مركب الزوارة اللي غرق فيه حوالي أربعمائة واحد سوري بكل أحوال لأن هذا وجع السوري هذا عن حديث على قضية الجوازات السفر السورية